سعيد بارك الله فيه يسأل يقول إذا تثائبت وأنا لابس الكمام هل أضع يدي؟ أخوي سعيد بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا تثائب وهو لابس الكمام الكمام يقوم مقام وضع اليد ولله الحمد والمنة لأنه يقوم بنفس الأمر الذي تقوم به اليد لما يضع الإنسان يده على فمه نبي عليه الصلاة والسلام حث المتثائب إذا تثائب أن يكظم وإن لم يستطع أن يضع يده على فمه حتى لأنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبب أن الشيطان يضحك من ابن آدم إذا فغرفاه يقول آه آه يعني في التثائب وذلك يضع يده فالكمام يقوم مقام اليد